اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصورة الزهنية العميقة دي ما بتتكونش بين يوم وليلة ورهبة اي منافس من فريق بطولة بحجم الاهل وقوته ونجعته ما بتجيش منفراغ هي دي الصورة الزهنية المتراكمة المحفوظة في عمق الوجدان لكل المشجعين واللي بتحمل كل لاعب بيلبس الفنين الله الحمراء مسؤولية كبيرة إلعب لغاية ما بعد الثواني الأخيرة الدوافع موجودة والأمل موجود والخطال موجود ما فيش يعني كان فيش وقت سربعة في بعض الفترة لشكلك التقليدي فجون التاني ايه الهدوء ده ايه الرؤية دي ايه الرؤية دي ايه الامل انك تعمل سبريمتزة بتاع ابو تريكا في في افريقيا اللي عملوا مازين قدام الكاميرون اما زيدان مع سونج مع سونج يعني زيدوا قد كده والتاني عملاك وده بيلابط بيلابط وعدين زقها بالعرض وكأنه على ثقة ابو تريكا جاي من عنده جنة جاي له من خطة طوانطار جاي قطع جلع كله اه فهي دي هي دي لما تجيلك عقيدة انك انت على امل يحسن الغلطة على امل تجيلك فرصة صحيح وهو ده يعني احد الاسرار الكبرى اه المردود الصحفي لهذه المباراة او لهذا التتويج الغالي والثمين ظهر في احتفاقية معظم الجرائد او الممكن كلها كمان الاخبار قالت الاهل يا ناس خطف الكاس وده كان منشط الصفحة الاولى انتزع البطولة العنيدة في الوقت القاتل بهدفي جمال وفتحي وقالت الاخبار خلاص الاهل بطل الكاس المرد الاحمر ينقض ويحول تأخره الى الفوز بالبطولة بك تقدم للمصري والغزال وفتحي احرز هدفين في الوقت القاتل الاهرام ايضا في صدر صفحتها الاولى الاهل بطل كاس الاحمر هزم المصري 2 واحد في مباراة مثيرة وقالت الاهرام على صفحتها الداخلية الاهل بطل الكاس بعد العشر العجاف وقالت الاحمر جسد عقدة الكاس عند رفاق بوسكا بعد خسارته النهائي الثامن ده يمكن النهاء السابع مش الثامن كمان انما اخبار الرياضة ايضا احتفلت بهذا التتويج وقالت الاهل رجوله في اي بطولة كاس مصري يعود لنادي القرم مجالة الاهل في عادتها ايضا احتفلت بهذا الفوز وقالت بطل الدوري جاب الكاس فرح مصر وكل الناس وقالت احنا الاهلوية ملوك السنائية اهل الوقت القاتل يهزم المصري اتنين واحد بهدفي فتحي والغزال البطل اخر جمال يا سيدي الاهرام المسائي قالت الاهل معد الناس بدوري وكاس ده علشان الالبوم بتاع عمر دياب الاحمر يخطف اللقب في خمس دقائق من المصري الرائع وقالت روح رياضية بين حسام والبدري واللعبين في الختام واحمد فتحي يحرز هدفا نادرا ويشعل افراح الاهلوية وقالت الاهرام المسائي ايضا معد الناس بدوري وكاس حسام البدري قال حققنا انجازا تاريخيا وتحية للعميد ورفاقه وقالت ايضا في احدى صفحاتها يا جمالو يا جمالو هدف نادر ولا ينسى لأحمد فتحي واداء ولا اروع لعمر جمال المساء في عنوانها الرئيسي الاهل البطل وبور سعيد رجالة البدري حقق حلم السينائية والعميد قادة كتيبة ناجحة روح رياضية جديدة في المباراة مسحت احزان الماضي وقالت لهم المساء ايضا الا الاهل يا مصري العب مع اي حد بقى وقالت الالك العادة صنع لجماهيره السعادة حول تأخره بهدف الى هدفين في الوقت القاتل ليخطف كأس مصر من المصري وقالت المساء حسام البدري بيقول لنجوم الاهل شكرا رفعت راسي الاخبار استمرت في احتفالها بالالي وقالت الافراح تعم القلعة الحمراء وحسام البدري بيؤكد سعيد بتحقيق الثنائية والتغييرات كلمة السر ده اللي لازم ان الناس ترفع فيه القبعة للكابت الحسام البدري الاخبار اعتبرت وضع طبيعي الاهل نجم الموسم في مكافآت كبيرة للعبين واحتفالية خاصة بالثنائية الدوري والكأس والمهندس محمود طاهر بيقول روح الفنلة الحمراء سر الفوز ورحيل غالي والغزال قرار الكوتش المصر اليوم يا اهل الله عليك كأسك بين ايديك اللاعبون يحملون فتح وغالي على الاعناق والمجلس يصرف مكافأة ايجادة والغاء احتفالية السنائية وقالت المصر اليوم الكابتانو يودع الفريق بالبكاء متعب كادة يفسد التتويج والبدر يوبخ السلية واللاعب يشتبك مع احد المشجعين ايه ده بقى اهي يعني ايه ايه ده عارف سريخ في صرادك الفرح ده سعى لصباحك بالضبط الموقع الرسمي للنادي قال ان كابتان حسام البدر بيطلب الاحتفال مع جمهور الاهل بالدوري والكأس وحقه حق الجمهور الحقيقة بصراحة يعني لما كان بيجي المشهد على استاد بور سعيد كنتاش عارف فيه جمهوره كانك يعني الاربط بين الملعب والاستاد كان بيدي لك احاء بزخم الجماهير نتمنى المشهد ده نقدر ننظمه ويبقى حلو شريف اكرامي قال للموقع الرسمي للنادي عقيدة الاهل منحتنا لقب الكأس وقال حارس عارين الاهل وصاحب الرقم القياسي هذا الموسم انه رغم تأخر الاهل بهدف امام المصري الا ان الفريق لم يهتز وتماسك بشكل كبير خاصة وان اللاعبين لديهم عقيدة واحدة وثابتة بقال لا ينظر الا الى النتيجة الا مع صفرة الحكم وشريف بيعتبرها ان دي عقيدة رسخة جوه اللعيبة شريف درس علوم سياسية بالمناسبة لا شريف حاجة حلوة حاجة حلوة فيه نضجه فيه شكل محترم وقال د rope شؤل بقى لما القادر يريد ان يكفأك الكورة كورنر وانا كنت مرعوب من الكورنر ده ومتبسي تعدي بقى ما نتحنسي والكورنر كان سخيف طلع شريف في الزحمة ضربها بوكس واعتقد رامي ربيع شتتها ولا مش عارف مين كملها لتذهب يطلعها المصري قوت تترمي أقرب إلى المدافع المصري لكن فتح يضغط شوف حاجة دراما عالية جدا يضغط تخبط فيه تروح لعمر جمال يوم يلعبها بلمسة ساحرة عشان ينفرد فتح يلعبها بلمسة أكثر سحرة عشان تبقى جود واحد اتنين تلات اربعة عرف أحمد فتح قالك مين اللي توقع للجندة أكرم توفي هلو حجيب جود قال أحمد فتح للموقع الرسمي أنه أكرم توفي توقع للتسجيل وقال أنه الفوس كان توفي من عند ربنا سبحانه وتعالى وتكليل لجهود اللاعبين والجهاز الفني وأنه كل اللاعبة أدوا بشكل كويس وأكثر من رائع في هذه المباراة وكان عندهم تصميم كبير على أنهم يكسبوا أشرح أحمد فتحي إلى أن الفريق سيبدأ بعد الراحة التفكير في بطولة أفريقيا قال لك خلاص خلصنا البطولة نهينا الموسم أفريقيا هدفنا ده الكلام المزبوط ده شغل المحترفين بجد خد أجسر كم يوم ارجع في الصفحة ما فيش إلا هدف واحد أفريقيا لأن أفريقيا دي هتعمل لك حاجات كتيرة جدا 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 في الكاتالوج الدولي كمان هتعمل لك رخم عالي جدا يعني بالنسبة لأفريقيا مش هيبقى فيه فريق عمل كده ست مرات هتعمل لك ترجعك تنافس تاني ريال مدريد لأن ريال مدريد هيبتدي يتحرك يتحرك أو يتحرك بيبقى عنك وهي دي الجمال بقى انت عملت بص على ريال مدريد دلوقتي واخد بالك فكل ده هيتحقق لو زائد انك انت لو كسبت أفريقيا خدت كل الألعاب الجماعية في أفريقيا إن شاء الله والمكانات تنزل فلوس عارف البتاع المكانة دي اللي لازم تجيب الأرقام واحدة تروح من نزلها لك فلوس لو انت جبت أفريقيا وهي هتنزل فلوس لأن هتاخد فلوس كثير انت مجرد وصولك بس اتنين ونص مليون دولار يعني لو خدت أفريقيا هتاخد مليون ونص بقى ولا شوف كم زائد مليون ونص تانية يمكن تلاتة مليون دولار وبعدين في كل مرحلة في بطولة كأس العالم للأندية فيها فلوس برد اذا المسألة فعلا التركيز على أفريقيا هو الحلم الغالي جدا كابتن حسام البدري بهذه السنائية بقى أول مدرب مصري في التاريخ ياخد ثمن ألقاب مختلفين مع الأهل بصوا بقى التاريخ اللي بيتكتب يعني حسام عشور الراجل عمال كل مباراة يكتب تاريخ جديد في عدد ألقابه في عدد مبارياته يدوا تلاتين بطولة لكن حسام البدري كتب تاريخ كبير قوي أنه بقى أول مدرب مصري في تاريخ الكرة ياخد خمس ألقاب مختلفة خد كاس مصر خد الدوري خد دوري أحطال أفريقيا خد السوبر المصري خد السوبر المحلي السوبر المحلي والسوبر الأفريقي وخد الكونفرد لا الكونفردالية كان جريده جريده كان جريده جريده لما جريب جنان كده على الخط هو نقص اللقب اللي احنا مش محتاجينه لأن ربنا ما يحكم علينا اللعب في الكونفردالية في الكونفردالية لأنك انت مش هتلعب في الكونفردالية إلا لو طلعت من دور الأبطال كابتن حسام البدري قال لليوم السابع أنه سيناريو التتويق في كاس مصر حيظل في الزاكرة لأنه شوفوا على ما يهوب عمل حاجات كتيرة جميلة أو في الكرة بس محفورة عند الناس لقطته وهو بيرخص الله رحمه عادل عدمي وبيسجل في الوقت القاتل عشان بعد الأهل ما كان هيخسر البطولة والحاج سيد متولى الله رحمه كان بدا يزبط الكرمات على فرد دي تشنيعة عشان يكسب الأهل هذه البطولة وكابتن حسام البدري يدخل التاريخ وبيقول فعلا ده سيناريو لا يمكن يتنسي أبدا مشوار الأهل في كاس مصر أكيد حضراتكم فاكرينه يعني الشوارب هيعلكوا اللقطات يفكركم بالأهداف تباعا لكن كان من أولها الأهل نويلها كده من أولها كان نويلها فعلا لأنه أول مباراة اللي انتوا شايفينها مع الألمونيوم الأهل دخل الفريق الصعيدي للحبيب إلى نادي الستة يعني هنأعتقد برضو أن أقوى جوم أقوى أقوى دفاع في الكاس الأهلي آه طبعا ما بحكم أنه أكمل سجل جاب ستة فاربعة فاربعة في واحد آآ في اثنين وحتشوفوا أيضا أهداف مباراة الأهل والداخلية في دور الستة سم الأهلي واد دجلة في دور التمانية والأهلي واسموح المباراة الرائعة في الدور قبل النهاي وأهداف الأهلي والمصري في المباراة النهائية وإنتوا بتتفرجوا على الأهداف هأقول لكم أن العظماء عشرة في التاريخ الكرة الأهلوية العظماء عشرة أخيرهم البدري عشر مدربين في تاريخ كرة القدم الأهلوية هم اللي جابوا للسنائية مش أي حد يعمل سنائية فاللي عمل السنائية في تاريخ الكرة الأهلوية أنت بتتكلم على أربعتاشر مرة الأهلي عمل السنائية الأربعتاشر مرة عملوها عشر مدربين إذن العظماء في تاريخ الكرة الأهلوية ومدربية عشرة أعظمهم وأخرهم او اخرهم الكابتن حسام البدري مين دول بقى لا اعظمه معارف مين واحد اه لبيب لبيب محمود ده مالوش محدش عارفه مين ده ده الوحيد اللي عمل اربع سنائيات لوحده صحيح لبيب محمود الله يرحمه قاد الالفي اول اربع بطولات دوري دوري وكاس اول اربع جوم هنا مع هنا كان الرجل ده هو المدرب الله يرحمه حق السنائية 48 49 49 50 51 52 53 الفترة دي لغاية قيام ثورة يوليو كان رئيس التحاد الكورة حيدر باشا ببنسبة بقى نادة دولة ودولة تبنادي فبصوا الاهل ده يعمل ايه ورئيس التحاد الكورة هو رئيس نادة الزمالك حيدر باشا الرئيس التاريخي لنادة الزمالك اطول واحد رئيس نادة الزمالك ده اطبح فكان وزير الحربية ورئيس التحاد الكورة ورئيس نادة الزمالك والاهلي بيعمل اللي عمله ده ياخد الدوري 9 سنين وياخد السنائية اربع مرات وبعد كده يقولك الدولة والاهلي والمجملات انا فيه 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 زنقني بس مش هقوله برناة الزمالك